بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم أنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مضمحون وجعلنا من بين أيديهم ستا ومن خلفهم ستا فأغشيناهم فهم لا يبسرون وسغاء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحجي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل المرسلون إذ أرسلنا إليهم أثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بقل إن لم تنكهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئذ ذكرتم بل أنتم قوم مصرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فترني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بزر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ظلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مخفرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما بنبتوا الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم يعقدون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ظلال مبين ويقولون متى هذا الوعد وإن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محذرون فاليوم لا تزلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكيون لهم فيها فاكهة ولهم ما يتاعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وان عبدوني هذا سراط مستقيم ولقد أظل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلواها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد ورجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لقمسنا على أعينهم فاستفقوا السراط فأنا يقصرون ولو نشاء لقمسنا على مكانتهم فما استطاعوا مزيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها وكوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتأخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينسرون لا يستطيعون نسرهم وهم لهم جود محذرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نتفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحجي العظام وهي رميم قل يحجيها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يحلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له قل فيقون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تتغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقصد ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها من الأنام فيها فاكهة والنخل ذا كل أكمام والحفظ العصف والريحان فبيعي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبيعي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبيعي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبيعي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبيعي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبيعي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبيعي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شعر فبيعي آلاء ربكما تكذبان سنخرغ لكم أيها الثقلان فبيعي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبيعي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواه من نار ونحاس فلا تنتصران فبيعي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشطت السماء فكانت ورقة كالتهاد فبيعي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبيعي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيأخذ بالنواصي والنقدام فبيعي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آل فبيعي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبيعي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أخنان فبيعي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبيعي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة سوجان فبيعي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بقائنها من اسخبر وجنى الجنتين تان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الثرف لم يطمصهن إنس قبلهم ولا جان فبيعي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبيعي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إن لن إحسان فبيعي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبيعي آلاء ربكما تكذبان متهمتان فبيعي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نصاختان فبيعي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهات ونخل ورمان فبيعي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبيعي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورة في الخيام فبيعي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان فبيعي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خزر وعبطرج حسان فبيعي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام